موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله سبق أن تحدثنا عن الإسلام والتكنولوجيا الحديثة وقلنا نهو ينبغي علينا أمام هذه الوسائل وأمام هذه المستجدات الحديثة أن نعيش بتقوى وأن نتعامل معها بما يرضي مولانا سبحانه وتعالى وأن نعيش أتكياء أنكياء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتمظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا تظنن أن الله سبحانه وتعالى لا يراك ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أيضا ونحن نتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل لاجتماعي ينبغي أن نعيش بمراقبة وأن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى ناظر إلينا ومطلع علينا فلا ينبغي أن نجعل ربنا أهون الناظرين إلينا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباءا كأنها لم تكن فيقولون يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا إنعتهم لنا من هؤلاء يا رسول الله قال هم قوم يعبدون الله سبحانه وتعالى يصلون ويصومون ويتصدقون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا كانوا مع أنفسهم في مكانهم في بيتهم ربما لا يراهم أحد انتهكوا محارم الله أتوا بما يغضب الله سبحانه وتعالى يظنون أن الله لا يراهم تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أن الله سبحانه وتعالى يجعل جميع حسناتهم كأنها لم تكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في إيمان وإحسان ومراقبة على الدوام أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذن أمام هذه الوسائل الحديثة ينبغي أن نعيش بمراقبة ينبغي أن نعيش معها ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يرانا ومطلع علينا ألم يعلم بأن الله يرى ثم لنكن صادقين ولا نطلق الشائعات ولنعلم أننا سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن كل كلمة نقولها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة كشجرة خبيسة جتست من فوق الأرض ما لها من قرار قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الكلمة لها وقعها لها مكانتها ونبينا عليه الصلاة والسلام أعلمنا بأهمية الكلمة فقال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا الكلمة لها أهميتها ونحن نعيش مع هذه المستجدات الحديثة مع هذه التكنولوجيا الحديثة وأيضا الوقت له أهميته فلا تجعل وقتك يمر عليك دون فائدة دون نافع دون جديد دون خدمة للإنسانية والبشرية دون تقوى لبولاك سبحانه وتعالى وورع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الورع أن يجعلنا من أهل التقوى أن يجعلنا من أهل الإيمان والإحسان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله